قبل هذا مشاهدنا الكرام سنفتح ربما مجال لملف السيارات بعد أكثر من أربع سنوات من إغلاق سوق السيارات في الجزائر ودخولها حالة جمود إثر تراجع احتياطية الصرف من العملة الصعبة وما كان لها من إنعكاسات سلبية عن الأسعار تدخل رئيس الجمهورية إذن عاد بالأثر الإيجابي لإعادة ضبط الأسعار نتابع في سياق التقرير كامل جفال لطالما صنف ملف استيراد السيارات كأكثر المواضيع الاقتصادية المثيرة للجدل في الجزائر وذلك بعدها جمدت السلطة الرسمية هذا النشاط لعدة سنوات إثر تراجع احتياطي الصرف من العملة الصعبة وعجز الخزينة العمومية عن تغطية فاتورة الاستيراد أربع سنوات كاملة من الجمود كانت أكثر من كافية لإشعال السوق وبلغ أسعار السيارات المستعملة في الجزائر مستويات جنونية شلت في بعض الأوقات عمليات البيع والشراء وأدخلت السوق في حالة ركود أكثر من مرة جمود قرر على إثره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تدخل واتخاذ قرارات تسمح بإعادة فتح المجال أمام المستوردين الخواص لاستقدام السيارات المستعملة لمدة أقل من ثلاث سنوات وكذا فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة لاستيراد السيارات لبيعها في الجزائر بالموازة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات بداية من العام 2023 لتتجه الحكومة بعد ذلك إلى التوقيع على اتفاقية إطار مع المصنع الإيطالي فيات التابع للمجمع العالمي ستيلانتيس الذي يعتزم بلوغ تصنيع تسعين ألف سيارة سنويا تلاها عودة مصنع رونو إلى النشاط مجددا في انتظار انتهاء التفاوض مع علامات عالمية أخرى لولوج تصنيع السيارات بالسوق الجزائرية لتدخل جزائر بعدها مرحلة جديدة فور إفراج وزارة الصناعة عن دفطر شروط استراد وتركيب السيارات بأوامر من الرئيس دفطر تضمن تسهيلات وتحفيزات تستهدف إنشاء صناعة ميكانيكية بنسب إدماج ترغب الحكومة أن تصل إلى 30% في عامها الخامس ناهيك عن استهداف التصدير وبهذا باتت الجزائر مقبلة على وضع أولى اللابينات لتطوير شعبة الصناعات الميكانيكية مع وضع حد للارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار خلال السنوات الماضية ليكون عام 2023 عام انفراج الأزمة وتصحيح الوضعية التي نجمت عن تجربة سابقة خاصة وأن تموين السوق بسيارات جديدة سيعيد ضبط الأسعار ويفتح الباب أمام شريحة واسعة من الجزائريين لاقتلاء مركبة تلائم تطلعاتهم الاستهلاكية إذن نعم موسيد سليماني مثلما تبعت معنا هذه الحوصلة لمنف السيارات على مدى ثلاث سنوات ربما أنتم اليوم كخبير اقتصادي ما هي قراءتكم لهذه التطورات الإيجابية التي شهدها هذا الملف خاصة خلال هذا العام هذه الحوصلة سيد رئيس جمهورية أراد الحفاظ على قدرة الشرائية للمواطن وعلى كرامة الأسرة الجزائرية وعلى حقها في اكتساب مركبة لتقوم بكل أشغالها فاليوم نحن نكرس لصناعة ميكانيكية حقيقية فكان هنا السيد الرئيس جمهورية صححة واقعا وصناعة كانت أمرا شاذا يعني كنا نتكلم على ربما صناعة وهمية واستثمار في مجال أو تنفيخ أو تدخيم الفواطير ربما الاستيراد أو حتى ربما كان هناك وهم صناعة الصناعة في الجزائر لكن اليوم مع الدفتر شروط لفيه يعني نسبة إدماج توصل في السنة الخامسة إلى أكثر من 30% نتكلم على ناسيج مناولاتي المناولاتية لا كوتريتونس أو لا كوتريتونس نحن نخلق مؤسسات صغيرة متوسطة للشباب الجزائري نفرض على هذه الشركات الشركات التي تدخلها الشركات العالمية أنها تجيب المعرفة تجيب التكنولوجيا تجيب رؤوس الأموال تجيب كذلك التكوين وهذه أسس الاستثمار الحقيقي الاستثمار الحقيقي هذا هو أنك تأتي بكل هذه المقويمات والإمكانيات من أجل تكون عندك صناعة حقيقية والجزائر مع قانون استثمار جديد يعني يرافق كل المستثمرين وكل أصحاب المشاريع اليوم نتكلم أن أصحاب صناعة السيارات حيلقوا يعني الباب مفتوحة حيلقوا مناخ أعمال مناسب حيلقوا بيئة اقتصادية مواتية نتكلم حتى عن البنوك والمصارف دخلك لأنه حيتكون هناك ربما شراء بالتقصير فاليوم من يريد الصناعة حقيقية فليأتي إلى الجزائر وليدخل الجزائر وفق دفتر الشروط الذي جاءت به الحكومة الجزائرية لإفساء يعني دعائم صناعة ميكانيكية نعرف أن الجزائر كان عندها صناعة ميكانيكية في السبعينات والثمانينات ولدينا في الصناعات العسكرية للمركبات خير النموذج يعني نموذج اقتصادي ممتاز شراكة ربما مع الألمان ومع الشركات الإماراتية ونسبة إدماج يعني كبيرة جدا ووصلنا أن الصناعة العسكرية توفرنا العديد من المركبات متعددة يعني الشاحنات والمركبات الأخرى فاليوم آن الأوان أن الجزائر تكون فيها صناعة مركبات صناعة سيارات للدخول إلى يعني الأسواق الإفريقية ونحن نعلم أن الجزائر تتوفر على الإمكانيات والمقاومات نتكلم على تتوفر على الكهرباء يعني ثمنها يعني صغير نتكلم على كذلك الغاز نتكلم على الحديد الحديد كذلك لأنه من أسس أنك يعني التحكم في القيمة المضافة وفي يعني سلسلة القيم الأدد فاليو يعني من الحديد من تخرجه من المنجم إلى غاية أنك تتخرج به تصنعي به سيارة تصنعي به دراجة تصنعي به شاحنة هذا ما نريده وهذا اليوم الدولة الجزائرية تريد أن لا تبيع خامها مباشرة لكن نريد أن تكون عندنا صناعات تحويلية صناعات تكريرية صناعات ميكانيك، صناعات سيارات، صناعات شفن، صناعات حاويات لأنه حتى سيدة الرئيسة الجمهورية مؤخراً أعطى أوامر صارمة بأعدة النظر حتى في استراتيجية النقل يعني النقل البحري، النقل الجوي وحتى النقل بسكك الحديدية ونحن في شراكات متطورة ومتقدمة مع ربما مع القطريين، مع الصينيين كلها مؤشرات إيجابية ربما لإقتصادنا الوطني شكراً للمشاهدة